عقب سلسلة من التشريعات والقوانين الأمريكية التي تسعى للحد من النفوذ الإيراني السلبي في المنطقة وفي العالم أيضا أعدت لجنة مكافحة الإرهاب في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون شامل بعنوان العقوبات ضد إرهاب الحرس التوري الإيراني تفاصيل أوفع عن مشروع هذا القانون وتشريعات الأمريكية لردع إيران في تقرير مراسل قناة الفلوجة من واشنطن عمر محمد يعكف الكونغرس الأمريكي على مناقشة مشروع قانون العقوبات ضد إرهاب الحرس الثوري الإيراني الذي تقدمت به اللجنة الفرعية لشؤون مكافحة الإرهاب مشروع القانون قيد المناقشة في حال إقراره يلزم الخزانة الأمريكية تقديم تقرير شامل في وضون ثلاثين يوما عن الأنشطة التي توجب وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب ويستدعي القانون عرض وزارة الخزانة لدراسة مفصلة عن الأجهزة المرتبطة بالحرس الثوري والمؤسسات التابعة له كفيلق القدس المتورط بعملية خارجية دموية مناقشة مشروع القانون الجديد تأتي بعد أن أقر الكونغرس الأمريكي بأغلبية 419 صوتا قانون تمديد العقوبات ضد إيران لاستمرارها بدعم الإرهاب وانتهاك القرارات الأممية من خلال تطوير وتجربة الصواريخ الباليستية العقوبات التي نفرضها على إيران ما هي إلا لردع إيران عن ممارساتها الإرهابية التي يعاني منها العالم ونعاني منها نحن الأمريكيون نحن نتصدى لقوى الشر وإننا لن ندع إيران تعبث بالأمن العالمي من خلال ميليشياتها مشروع قانون العقوبات ضد إرهاب الحرس الثوري الإيراني يأتي ضمن تحرك يبدو أنه شامل من قبل الكونغرس الأمريكي ضد إيران وحلفائها إذ دافع مجلس النواب لمجلس الشيوخ في الكونغرس بمشروع قانون يفرض عقوبات ضد النظام السوري ومؤيديه لتطال هذه العقوبات روسيا وإيران أيضا تبعا لملفات وثقت جرائم النظام السوري وداعميه التي صنفت كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ما يقوم به الأسد من أعمال إجرامية يجب أن يعاقب عليها هو وداعميه النظام الإيراني وذراءه الضارب الملطخ بالدماء نظام إرهابي وتصويت الكونغرس على كل القوانين ضد إيران محل إجماعا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إيران والأسد والدور السلب لروسيا كلها عوامل أنشأت تنظيم داعش وتدعم وجود الجماعة الإرهابية عدد من عضاء الكونغرس الأمريكي ومن كل الحزبين الجمهوري والديمقراطي أكدوا أن التشريعات الأمريكية أداة حاسمة لردع إيران وإغاليها في دعم الإرهاب في المنطقة والعالم فيما يرى مراقبون أن الكونغرس الأمريكي بأغلبيته الجمهورية يبدو أكثر حزما من ذي قبل لردع إيران التي تضاعها الولايات المتحدة في مقدمة الدول المارقة ما يهيئ أرضية صلبة لقرارات تنفيذية قد يتخذها الرئيس المنتخب دونالد جاي ترامب حل دخوله المكتب البيضاوي الأغلبية الساحقة لتمديد العقوبات ضد إيران تكشف وبوضوح عن توجه حازم للكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب بقيادته الجمهورية موقف بدأ بالعقوبات تجاه النظام الإيراني وانتقل لتشريعات لا تقل صرامة تجاه الأسد وداعمه من أمام الكونغرس الأمريكي لقناة الفلوجة عمر محمد واشنطن العاصمة